تأمير أسامة بن زيد رضي الله عنه في يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة للهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للتجهز لغزو الروم وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان عمر أسامة رضي الله عنه ثمانية عشرة سنة وفي جيشه كبار الصحابة كعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وغيرهم وقد تكلم الناس في عمرة أسامة رضي الله عنه لحداثة سنة فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام في الناس خطيبا كما سيأتي على ما تدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم ولما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على كل الجزيرة العربية ودخل الناس في دين الله أفواجا أحس النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله ومن علامات دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم نزول سورة النصر عليه عليه الصلاة والسلام مدرسته صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين مع جبريل عليه السلام اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادة مضاعفته صلى الله عليه وسلم اعتكاف رمضان